تحركات ما قبل اللحظة الأخيرة قبل انعقاد جولة مباحثات الكويت المرتقبة لا تزال مستمرة ورغم التصريحات المتفائلة التي يطلقها المعنيون بملف المباحثات إلا أن الواقع يشير لأن تحضيرات هذه الجولة لا تزال تراوح مكانها مع بقاء الاتفاق على الهدنة معلقا حتى اللحظة الرئيس هادي وحكومته الذين يؤكدون دائما رغبة بتحقيق السلام وسعيهم بأن تخرج المباحثات باتفاق ينهي الحرب لا يزالون حتى اللحظة يؤكدون أن ذهبهم للكويت ليس للتفاوض مع الميليشيا بل لتطبيق القرار 22-16 مستشار رئيس الجمهورية محمد العامري أشار لأنه لا توجد مسودة للمشاورات غير آلية تطبيق القرار الأممي التي ستقتصر محادثات الكويت على تنفيذها مؤكدا في تصريحات صحفية أن وفد الحكومة سيقدم في المباحثات آلية لتطبيق القرار التحالف العربي من جهتي أكد على لسان المتحدث باسمه أحمد عسيري استعداده لوقف إطلاق النار طالما التزمت الميليشيا بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى انسحابهم من المدين اليمنية فيما توقع المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التزام الأطراف اليمنية بموعد وقف إطلاق النار وتعصي إلى حل ينهي الأزمة في البلد خلال جولة المحادثات التي ستعقد في الكويت بعد أيام حتى اللحظة كل شيء يشير لأن جولة الكويت المرتقبة لن تختلف عن جولات المباحثات السابقة فيما يبقى التواصل إلى سلام معلقا حتى إشعار آخر اشتركوا في القناة